الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين الذي أرسل هداية ورحمة للعالمين نحمد الله ونكمل سيرة نبينا الكريم ونتوقف عما حدث من قريش وحلفائها ورغبتهم في منازلة المسلمين في موقعة جديدة أفكر في معركتنا القادمة مع محمد إذا انتصر محمد كيف سيكون الحال؟ ستكون نهايتنا ويتوج محمد على المدينة بل ومكة أيضا يا سيد قريش هل سيهزمكم راعي الغنم؟ وأنتم تملكون من السلاح والعتاد ما تدخلون به الرعب على قيصر الروم داته؟ لا، إن الحرب هذه المرة ليست لقريشا فقط بل هي حرب القبائل والأحزاب واليهود هي حرب النهاية يا أبا سفيان نعم، نهاية محمد وأتباعه هل تعتقدين هذا يا هبا؟ ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد فصمت الجميع وبدأ رسول الله في شرح الأمر للمسلمين من اتحاد قريش وقبائل اليهود وغطفان وكنان والأحابيش وغيرهم ونيتهم في الإغارة على المدينة وغزوها وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدلي كل من الحاضرين برأيه يا رسول الله، ليست هذه هي المرة الأولى نفعل كما فعلنا في بدر وأحد نخرج إليهم ونبادرهم بالهجوم قبل أن يصلوا إلينا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر يختلف هذه المرة فالقبائل المتحالفة كثيرة وبعضها يجاور المدينة فإذا خرج المسلمون لملاقاتهم قد يحيطون بهم من كل جانب ويغزون المدينة إذا ندافع عن المدينة بكل ما أتينا من قوة يا رسول الله، هل لي أن أقول ما لدي؟ فأذن رسول الله لسلمان الفارسي بالحديث لقد عشت سنوات من عمري في بلاد فارس وتعلمت منهم فنون الحرب والقتال فإنهم حين يتكالب عليهم الأعداء ويلجأون للدفاع كانوا يتخندقون فلنتخندق نحن أيضا ونحفر خندقا حول المدينة يحول بين الغزاة وبيننا ما هذا الذي تقوله يا سلمان؟ إن هذا أمر غريب لم نعهده في حروبنا من قبل ولكن ما قاله سلمان قد لاقى صدا طيبا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الحرب خدعة وما قاله سلمان الفارسي يعتبر أمرا جديدا قد يصنع مفاجأة لدى أعداء الله هل علمت بأمر ما قاله سلمان الفارسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر ذلك الخندق حول المدينة؟ نعم، وقد وافق الرسول على ما قاله سلمان وبدأ العمل في حفر الخندق منذ أمس وأنا ذاهب للمشاركة في الحفر المدينة كلها تشارك في حفر الخندق وكثيرا ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين يحفرون الخندق إلى تناول الطعام بمنزله وكان مكونا من كسرات من الخبز وبعض التمر حتى أتم الله نعمته على المسلمين وكتمل بناء الخندق من؟ من بالخارج؟ أنا حيي بن أخطب النظري ماذا تريد يا ابن أخطب؟ مرحى يا كعب أهكذا تستقبل ضيوفك؟ أنا أعلم ما أتى بك إلى داري وليس لي رغبة في الحديث فيه ارحل، ارحل يا حيي فبنوا قريضة على عهد مع محمد ولم أر فيه إلا وفاء وصدقا افتح الباب يا كعب ما هكذا يكون الحديث؟ يا سيد بني قريضة هكذا تعامل ضيوفك؟ أنا أعلم بأمر قدومك يا ابن أخطب وما تريده لقد تحلفتم مع قريش وبني سليم وغيرها من القبائل والأحزاب وتريدون من بني قريضة أن تنقض عهدها مع محمد حتى تضمن محاصرته ونجح جزوتكم للمدينة وماذا يضيرك في هذا يا كعب؟ قلت لك إن لي عهدا مع محمد ولم أر فيه إلا وفاء وصدقا فلماذا أنقض عهدي معه؟ لأنك تنتمي إلينا ولأن محمدا خطر على بني قريضة كما كان خطرا على بني النظير وخيبر محمد هو عدونا الحقيقي وبنهايته ننعم جميعا بالراحة والكثير من الغنائم ولكن إن ملكك يا كعب وأمان قومك بني قريضة هو في انضمامك لنا ونقض عهد محمد معنا ستبقى ملكا أما مع محمد فأنت لا تأمن جانبه أبدا وماذا لو خرج محمد منتصرا في حربه معكم؟ هل تعلم ماذا سيفعل في بني قريضة؟ هاه هاه يا رجل جوش قريش وبني النظير وحلفائهم ويخرج سالما سأنهازم محمد شر هزيمه وسنحصد نحن كل الغنائم ها ما قولك أأنت معنا أم على عهد محمد معكم معكم يا حيي هل تعلمون لماذا طلب رسول الله مقابلتنا؟ لا أدري يا سعد لقد أخبرني البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك أنت وعبد الله بن رواحة وأنا معكم لمقابلته بالمسجد يبدو أن في الأمر شيء ما سنعلم يا بن رواحة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجلس مع سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وأخبرهم بما يريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال الثلاثة إنه أتم بناء الخندق وأصبحت المدينة مؤمنة تماما من أي غزو إلا في المنطقة المجاورة ليهود بن قريضة وقد تواترت الأنباء أن كعب بن أسد القراضي سيد بني قريضة قد نقض عهده وتحالف مع قريش وبني النظير وحلفائهم وهو يريد أن يعرف الحقيقة سنذهب لمقابلة الرجل ونأتي إليك بالخبر اليقين بمشيئة الله سلام عليك يا سيد بني قريضة من أنتم؟ وماذا تريدون؟ أنا عبد الله بن رواحة وهذا سعد بن معاد وهذا سعد بن عبادة جئناك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناً ولماذا يرسلكم محمد إلي الآن؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكرك بعهده مع بني قريضة عهد على الوفاء وعدم الغدر أي عهد يا هذا تتحدث عنه؟ لا يوجد بيني وبين محمد أي عهود أنت رجل كاذب وكنا نتوقع الغدر منك ومن بني قريضة مهلاً يا سعد مهلاً نريد أن نتحدث في هدوء ألم تسمع ما يقوله؟ لا وقت لدي ليضيعه مع محمد وأدباعه أبلغ محمداً على لسانه أنه لا يوجد بينه وبين بني قريضة أي عهود وسنقف في معركته مع الأحزاب والقبائل مع من يحقق لنا مصلحتنا والآن انصرفوا انصرفوا قبل أن أرسلكم إليه بلا رؤوس انصرفوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا اليوم يوم الفصل يا خالد اليوم هو نهاية محمد وأتباعه وإذا دعاكم أبو صفيان أن تعودوا بلا حرب فلا تجيبوه لن يحدث يا أخي لن يحدث وعد إلي سالما يا أخي أيها الرجال اليوم يومكم يا معشر قريش اليوم يومكم يا معشر يهود اليوم يومكم يا جميع هلفائنا اقترب النصر وأصبح على مسيرة يوم أو يومين لقد لاحى النصر رأس محمد إذن هلم يا خيرة شباب قريش وبن النظير وغطفان وبن مرة هلم إلى المدينة إلى محمد إلى محمد وأخذت الأمور في التطور سريعا وبدأت جيوش المشركين ومن والاهم في التقدم صوب المدينة التي يحتمي أهلها في الخندق وبدأت الجزيرة العربية وكأنها على موعد جديد مع نزال بين مكة والمدينة أو لو شئنا الدقة بين مشرك مكة ومسلم المدينة يقودهم خاتم المرسلين وأشرف الخلق أجمعين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال ووضعهم في أحد المنازل خلف الخندق ووضع عليه حراسة شديدة رسول الله يريد تأمين النساء والأطفال ويترقب وصول قريش وحلفائها بين لحظة وأخرى يبدو أن رسول الله لن ينتظر كثيرا انظر لقد وصلت قريش يجب إبلاغ رسول الله شكرا شكرا الحمد لله والشكر لله الذي منحنا القدرة على الغوص في سيرة أشرف الخلق وسيد الأنام رسول الإنسانية إلى العالمين ولا يزال الحديث ممتدا عن غزوة الخندق أهل لو تفعلها هذه المرة يا خالد ابن الوليد وتجهز على محمد والمسلمين كما فعلتها يوم أحد ستكون بطنا لقريش وإلى الأبد إن المسلمين مقاتلون ماهرون ولا نعلم ماذا يخبئون لنا هذه المرة هذه يثرب اللعنة ما هذا؟ له خندق المسلمون حفروا خندقا وأحاطوا به المدينة من كل جانب إنه عمل من أعمال الصحرة فلم نعهد في حروبنا مثل هذا الأمر تقبل لك ماذا نحن فعلون الآن؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود المعركة ويعد العدة لمواجهة القبائل التي تحالفت ضده بقيادة قريش وقبائل اليهود وكان دائما السؤال عما إذا كان الرجال الذين أرسلهم إلى بني قريضة قد عادوا أم لا وبمجرد وصولهم دخلوا عليه السلام عليك يا رسول الله لقد تحققت مخاوفك ونقدت بني قريضة العهد اشتركوا في القناة ماذا نحن فاعلون مع هذه الحيلة التي فعلها محمد؟ لم تشهد حروبنا مثل هذا الأمر من قبل خندق؟ خندق يا محمد؟ سأنطلق ومعي عدد من الفرسان لمحاولة الالتفاف حول الخندق ودراسة النقاط الضعيفة فيه أرى أن هناك أمرا ما ينبغي أن نفعله قبل اقتحام الخندق يا خالد وما هو يا حيي؟ لنرسل أحد الرجال داخل المدينة خلف الخندق ليستطلع لنا ماذا يدور هناك وكيف سيدخل هذا الجاسوس إلى المدينة والخندق حولها من كل تجاه؟ سيدخل من ناحية حلفائنا الجدد وحلفاء محمد سابقا بني قريضة فهذا المكان هو الوحيد من حدود يثرب الذي لا يحيط به الخندق ويستطيع من نرسله أن يأتي لنا بالأخبار سأدبر كل شيء الليلة سنعرف الكثير من الأمور التي تدور في يثرب يا قوم يا قوم لقد وعدنا محمد أن نأكل كنوز قيصرة وكسرة واليوم لا يأمن أحدنا على نفسه أن يذهب للغائط لقد حصلت قريش والقبائل يثرب من كل ناحية الأطفال يتدورون جوعا العجائز يموتون اتركنا يا محمد نعود إلى ديارنا فنحن لا شأن لنا بيثرب يا ابن قشير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت في الخندق معنا ويجب أن نكون على قلب رجل واحد لا شأن لنا بما بين محمد وقريش اتركوا الخندق ولنعود إلى ديارنا هؤلاء وأمثالهم هم المرادون بقوله تعالى بسم الله الرحمن اشتركوا في القناة وضربت القبائل بقيادة قريش حصارا حول المدينة ومنعوا الطعام والمؤن عن أهل المدينة ولم يكن هناك قتال بين المسلمين والمشركين إلا بعض التراشق بالنبال والسهام حتى كان ذلك اليوم انظروا هذا الشق في الخندق يمكننا إذا ما قفزنا بخيولنا أن نعبره فندخل المدينة كيف اهتديت إليه يا عمرو يا ابن عبدود لقد مررت بفرصي حول الخندق من كل ناحية حتى وجدت هذا الشق وهو أضعف نقاط الخندق ولا توجد حراسة كافية عليه فهيا نقتحمه هيا فلندخل بخيولنا ألا نبلغ أبا سفيان والآخرين؟ لا وقت لدينا قد يتنبه المسلمون ويحمون هذه المنطقة فنفشل في دخولها هيا لنندفع بخيولنا وندخل إلى خلف الخندق هيا وكانت قريش تعد عمر بن ود بمئة رجل في المعركة لشجاعته وقوته وكان قائدا للمشركين في هذه المعركة يا رسول الله يا رسول الله لقد حدث أمر جلل يا محمد لقد اقتحمنا حصنك المنيع وهنا نحن داخل يثرب نريد المبارزة فهل من مبارز؟ هل من مبارز؟ فقام علي رضي الله عنه وقال أنا له يا نبي الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فإنه عمر بن ود أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ فقام علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا فقال فقال إنه عمر فقال وإن كان عمرا وأنا علي بن أبي طالب أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم أعنه وقال وقال علي بن أبي طالب أنا أبارزك يا ابن أخي والله ما أحب أن أقتلك قال علي بن أبي طالب وأنا أريد أن أريق دمك يا عدو الله وبارز علي بن أبي طالب خصمه المشرك عمر بن عبد ود وانتشر الغبار حول المكان من ضراوة القتال حتى تغلب عليه وقتله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولما قتل الإمام علي رضي الله عنه عمرا أقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل فقال له عمر بن الخطاب هلا سلبته يا علي درعة فإنه ليس في العرب درع مثلها فقال علي رضي الله عنه ضربته فبانت سوأته فاستحييت أن أكشف سوأة بن عمي ها هو زعيمكم قد قتل وستقتلون أنتم أيضا أريد أن أوصيكم بشيء أن تنتقموا من بني قريضة وتعاقبوهم على نقضهم لعهد رسول الله لنا هنا أكثر من عشر ليالي نحاصل المسلمين وما وهنوا ولا استسلموا ماذا نصنع يا خالد؟ إن هؤلاء المسلمين يفعلون الأعاجيب ما زلت لا أدري كيف تحملون كل هذه المكاره ولماذا؟ لقد كادوا يقتلونني عندما هاجمنا الخندق وهربت منهم بأعجوبة فقتلوا عمر بن عبدود والآخرين معه قويت شكيمتهم وأصبحوا ليهابون الموت وماذا سنصنع؟ سننتظر لنرى نتيجة حصارنا لهم هذا أقصى ما يمكننا فعله الآن يا رسول الله هل من شيء تقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا أحكمت الأحزاب الحصار حول المدينة وندر الطعام والشراب وبدأ الأمر أن المسلمين لن يتحملوا هذا الحصار لفترة أطول من هذا ولذا اجتمع في المسجد عدد من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للنظر في أمر الحصار وتغيير خطة القتال يا رسول الله ماذا نفعل؟ وقد ضرب المشركون حصارهم حول يثرب هنا تبدو مكامل القوة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالإضافة لكونه نبيا محملا برسالة إلى قومه إلا أنه في موقف كهذا تعامل مع الأمر كالقائد العسكري الذي يدري جيدا كيف يتعامل سياسيا ونفسيا مع جنوده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفئات التي تحارب تنقسم إلى ثلاث فئات قريش تحارب من أجل مكاسب سياسية ويهمها القضاء على الدين الوليد قبائل مثل غطفان وغيرها تحكمها المكاسب المادية وما تجنيه من غناء في هذه الحرب والفئة الثالثة بان النظير ومن والاهم يحاربون من أجل الانتقام من رسول الله وما فعله معهم وماذا سنصنع يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة ترجمة نانسي قنقر الحمد لله على إنعامه وله الشكر على جزيل أفضاله وما زلنا ننعم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال الحديث ممتدا عن غزوة الخندق تلك الغزوة التي تمنحنا الكثير من الدروس المستفادة وتلقي الكثير والكثير من الضوء على جوانب عديدة في شخصية سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصابني الدجر من هذه الغزوة إن المسلمين يجلسون خلف هذا الخندق منذ أيام لا يهاجموننا ولا نهاجمهم إنه شيء بغيت أن تنتظر أن يظهر عدوك لتحاربه فلا يظهر فتقضي الوقت بين النوم وتناول الطعام إن خالد بن الوليد وأبا سفيان في الخيمة الآن لابد أنهم يتناقشان في أمر هذه الغزوة التي لا طائل من ورائها حتى الآن لا أدري لماذا ترفض اقتحام الخندق يا خالد نحن نحاصل المسلمين من كل جانب وبإمكاننا اقتحام الخندق والدخول إلى يثرب والقضاء على محمد نحتاج إلى المزيد من التريث يا أبا سفيان فنحن لا ندري ماذا يخبئ لنا محمد وأدباع خلف هذا الخندق فمن يفكر في بناء خندق للاحتماء به على غير ما اعتاد العرب يجعلنا نتريث في مواجهته خشية أن يفاجئنا بأمر آخر لا نعلم عنه شيئا ولكن الجميع قد أصابهم الضجر من عدم الإقدام على فعل أي شيء حتى الآن سننتظر قليلا ثم نخترق الخندق ونحاصر منزل محمد فبالقضاء عليه ينتهي كل شيء فقط علينا أن نختار اللحظة المناسبة وربما استسلم المسلمون قبلها من شدة الجوع والعطش والحصار المضروب عليهم يا رجل أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أجده؟ هو مع الجميع في الخندق من الرجل؟ ولماذا تبحث عن النبي؟ اسمي نعيم نعيم بن مسعود وأريد رسول الله في أمر مهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جلس أمامه نعيم بن مسعود لقد بلغني أنك تريد مقابلتي لأمر مهم فما هو هذا الأمر؟ يا رسول الله أنا رجل من بني غطفان هداني الله للإسلام ولم يعلم قومي بهذا وبعد أن رأيت ما تفعله بن غطفان وقريش وقبائل اليهود أخذت عهدا على نفسي أن أحضر إليك وأن أجلس بين يديك فمرني فمرني بما شئ تجدني إن شاء الله من المؤمنين وما الذي يؤيد كلامك يا رجل؟ ربما تكون من المشركين أعداء الله وتقوم بخدعة لا نعلمها اصمت اصمت يا رجل أنت تجلس في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نعيم إنما أنت فينا رجل واحد وسأطلب منك شيئا خذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة لبيك يا رسول الله سننتظر قليلا ثم نخترق الخندق ونحاصر منزل محمد هيا هيا يا رجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله علي لقد نفد مخزون الطعام من المنزل والأطفال يتدورون جوعا صبرا جميلا فالجميع يعانون ومنازل المدينة لا يوجد بها طعام أو شراب حتى منزل الرسول صلى الله عليه وسلم لنتحمل الصعاب حتى ينصرنا الله على القوم الكافرين يا علي هل تسمع هذا؟ إنها أصوات خيول يا أعداء الله كيف استطعتم الوصول إلى هنا؟ يا قوم لقد دخل المشركون إلى المدينة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنهم يريدون منزل رسول الله لبيك يا رسول الله قاتلوهم قبل أن يحاصروا منزل النبي ترجمة نانسي قنقر چكرا لكم ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم شكرا لكم منزل المخطر لدينا رسول الله شكرا لكم شكرا 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 نعيم بن مسعود أهلاً يا رجل كيف حالك؟ تفضل تفضل لقد مر زمن دون أن أراك كيف حالك وحال بني غطفان؟ بخير حال يا سيد بني قريضة لا يشغل الجميع الآن إلا أمر محمد وأمر تلك الغزوة التي تبدو بلا نهاية نعم نعم يا نعيم لقد أبلى محمد والمسلمون بلاءً حسناً وهذا الخندق إنها فكرة شيطانية هناك أمر أشد خطورة من أمر هذا الخندق يا سيد بني قريضة وما هو هذا الأمر يا نعيم؟ يا سيد بني قريضة أنت تعلم مقدار حرصي وصداقتي لك ومقدار قرهي وعدائي لمحمد وأتباعه نعم نعم يا نعيم فما وجدناك إلا شريكاً لنا وصديقاً وفيك إذن دعني أصدقك القول إن هذه الحرب ليست حربنا فقريش وبن النظير بعيدون عن يثرب ومحمد وهذه الحرب تخصهم فقط فإذا انتصروا سيحصدون كل غنائمها وإذا خسروا لن يضيرهم من الأمر شيء سيعودون إلى ديارهم ولن يجرؤ محمد على قتالهم أو ملاحقتهم أما أنتم في بني قريضة فأنتم إلى جوار محمد وعندما تضع الحرب أوزارها ومحمد يحكم قبضته على الأمور فسيستدير إليكم وينتقم من بني قريضة شر انتقام كلامك حق يا نعيم كنت أفكر في هذا الأمر قبل مجيئك فماذا نفعل حتى لا يصيبنا من محمد أدى إذا أرادت قريش وبن النظير أن تشترك بني قريضة معهما في الحرب فعليهم أن يتركوا رهائن لديك لتضمن بقاءهم بجوارك وأن لا يتركوك في منتصف المعركة بمفردك ويرحلوا تاركين إياكم في مواجهة محمد ماذا رهائن؟ رهائن؟ نعم يا سيد بني قريضة رهائن يبقون معك فإذا انتهت الحرب بنصر مبين فلن يضيرهم شيء لقد تخلص الجميع من محمد أما إذا انتصر محمد فالرهائن الذين لديك من أشراف قريش وبني النظير وغيرهم سيجعلون القبائل والأحزاب تقاتل من أجل الحفاظ على بني قريضة وسيدها كعب بن أسد قولك حق يا نعين قولك حق لقد فشلنا في حصار منزل محمد إن المسلمين يقاتلون قتالا شديدا عندما يتعلق الأمر بمحمد نحن لم نتحرك خطوة واحدة منذ عدة أيام تبا لهذه الغزوة لم نستفد منها بشيء حتى الآن ومزال محمد صامدا لا يلين سيدي أبا سفيان ما الخبر؟ بالباب رجل يطلب مقابلتك يقول إنه من قبيلة غطفان من بني غطفان؟ إنه من حلفائنا فليدخل عمت صباحا يا سيدة قريش يا سادة قريش وكبراءها ما دفعني للقدوم إليكم اليوم هو حرسي وولائي الشديدين لقبيلتي ولقريش وحلفائها تكلم يا رجل ماذا تريد؟ لقد وصلتني أخبار من صديق لي في بني قريضة أن بني قريضة وسيدها كعب بن أسد قد عادوا إلى عهدهم مع محمد وأنهم قد عهدوه على عدم قتاله ولوقوف بجواره هذا الرجل يكذب وسأضرب عنقه انتظر يا عكرمة لنسمع الرجل إن كعب بن أسد سيدة بني قريضة سيطلب منكم أن تتركوا له أشراف قريش وبني قريضة رهائن لديه حتى تنتهي الحرب بينكم وبين محمد ماذا؟ رهائن؟ هذا قول غريب دعوني أضرب عنق هذا الكاذب انتظر يا عكرمة أكمل يا رجل وستظل الرهائن معه وليس مستبعدا أن يسلمهم إلى محمد حتى يأمن جانبه هذا قول غريب ولولا أنك من بني غطفان حليفاتنا لقطعت عنقك كما يريد عكرمة ولكن لابد أن نتأكد هل أنت صادق أم لا كيف تصدق هذا الكلام يا أبا سوفيان؟ إن كعب علمتني الحياة والسنوات يا عكرمة أن أتأكد من كل ما يقال لي قبل أن أتخذ أي مواقف اذهب يا عكرمة ومعك نفر من قريش إلى كعب ابن أسد القرضي وأبلغه أننا قررنا اقتحام الخندق وقتال محمد غدا يوم السبت ولنرى ماذا سيكون من أمره قبل أن نبعه وقتال مهم ترجمة نانسي قنقر يمكنني أن أغامب أن ت حقيقة اشتركوا في القناة والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأصحابه وعلى ذريته نبينا وقدوتنا وحبيبنا وحبيب الله إلى يوم الدين نستكمل ما كان من أمر غزوة الخندق ونقول إن الشقاق بدأت بوادره في الظهور بعدما فعله نعيم بن مسعود وبدت الأمور وكأنها في طريقها إلى خلاف كبير بين خريش وأتباعها سيدي خالد بن الوليد أراك شاردا الليلة فيما تفكر يا قائدنا؟ أفكر في أمر أدباع محمد إنهم يقاتلون بشراسة نفاعا عنه ويفضلون الموت على تركه أو الخسارة في المعركة ربما يمنحهم محمد الغنائم أو كما يقولون هو ساحر يسيطر على عقولهم بسحره كلا كلا هؤلاء يدافعون عن محمد من أجل أمر آخر أمر يجعلهم يضحون بحياتهم من أجل محمد يا قوم أنتم بنوا غطفان أهلي وعشيرتي ووجب علي أن أخبركم بما حدث ما الخطب يا نعيم؟ يبدو أن أمرا ما يضبر بين قريش وبني قريضة ومحمد وستدفع بنوا غطفان وغيرها من القبائل ثمنه وما هو هذا الأمر؟ لقد سمعت أن بني قريضة تراجعت عن حرب محمد وأنها ستطلب رهائن من قريش وبني غطفان لاستمرارها في حرب محمد وأن قريشا أرسلت عكرمة بن أبي جهل إلى كعب بن أسد يرفضون أن يتركوا رهائن من عندهم ويعرضون أن تكون الرهائن فقط من بني غطفان ماذا؟ رهائن؟ إنها خيانة هل يسلموننا إلى بني قريضة؟ أجل، وقد تسلم بني قريضة رهائن بني غطفان إلى محمد حتى تكسب وده ونصبح نحن في بني غطفان رهائن لدى محمد إنه لأمر خطير لذلك أرى أن ننتظر حتى يعود وفد قريش من عند كعب بن أسد وعندها نتاخذ ما نراه مناسبا لنا ماذا بك يا أبا سفيان؟ أراك شاردا صامتا؟ لو صدق ما حدثنا به الرجل من أمر بني قريضة لبات الأمر كارثيا وربما خسرنا كل شيء لا أعتقد أن الرجل صادق يا أبا سفيان فاليهود ليسوا على وفاق مع محمد وستقف بني قريضة بجوار بني جلدتهم عندما يأتي عكرمة ورفاقه من عند كعب بن أسد القرضي سنعلم كل شيء في عينه لذا فقد أرسلنا أبو سفيان إليك لنخبرك أننا قد قررنا اقتحام الخندق ومهاجمة يثرب غدا فما قولك؟ ولكن يا عكرمة هناك بعض الأمور التي ينبغي أن نتناقش بشأنها أية أمور يا سيد بني قريضة؟ غدا هو يوم السبت ونحن كيهود لا نقاتل يوم السبت هكذا أمرنا ديننا كما أن ماذا أيضا يا سيد كعب؟ اسمع يا سيد عكرمة سأصدقك القول نحن قوم ضعفاء لا قبل لنا بمحمد والمسلمين وعندما تنتهي الحرب سيأخذنا محمد وأتباعه دون رحمة أو شفقة لذا وددت لو أن لو أن ماذا يا كبير بني قريضة؟ أقول إننا يجب أن نأمن شر محمد ولن نأمن شره إلا إذا أبقينا معنا عددا من أشراف قريش وغطفان وبني النظير وغيرهم حتى نصل مع محمد لتسوية ما رهائن؟ هتريد أن تحتجز الرهائن من أشراف وسادة القبائل والأحزاب؟ يا سيد عكريمة يا سيد عكريمة لا تسميها هكذا لنقل إنهم ضمان وأمن لنا فقط واللات والعزة لا يحدث هذا أبدا وستدفع ثمن ما قلته غاليا يا سيد بني قريضة هيا يا رجال لقد انصرفوا غاضبين إنه لأمر خطير لقد صدق نعيم بن مسعود فيما قاله هم يريدون من الحرب بلا ضمان لنا فقط نحارب حتى ينتصرهم ويحصد المكاسب والغنائم ونحصد نحن عداء محمد والمسلمين هل علمتم ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ تواترت الأنباء أن خلافا قد نشب بين قريش وبني النظير من ناحية وبني قريضة من ناحية أخرى وأن عكريمة بن أبي جهل ترك منزل كعب بن أسد غاضبا متوعدا إذن لقد نجح نعيم بن مسعود وبدأت بوادر الشقاق بين المشركين هيا بنا نذهب لملاقات رسول الله والاستماع إليه إذن لقد صدق الرجل وقد عدنا بن قريضة فالتذهب بن قريضة إلى الجحيم لدينا ما يكفينا من مال وعتات ورجال فلنغر على محمد الآن ونصف حسابنا مع بني قريضة فيما بعد ما هذا؟ سيدي أبا سفيان عدد من الرجال يودون مقابلتك فليدخلوا ماذا يحدث؟ يا أبا سفيان نحن من قبيلة بني غطفان وما جئنا إلى هنا إلا لنصرتكم ونصرة القبائل لكننا لا نقبل أن نكون رهائنا لدى الآخرين أو نباعك الجوار والعبيد من أجل تحقيق مصالح البعض تقبل لك أشعر أن في الأمر شيئا ما أنت تعلم ما أقصده يا سيد عكرمة فأنت آت توا من عند كعب بن أسد فهل تخبرنا ماذا حدث وماذا طلب منك؟ بحقه بل ماذا يحدث؟ كانت الأمور كلها تصب في مصلحة المسلمين فها هو الشقاق والخلاف يدب بين حلفاء الأمس وبدى وكأن جيش الأحزاب المشركين يتعرض للتفكك والانشقاق ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ إنها صفة عاتية إنها صفة عاتية أيها الرجال تجمعوا في مكان واحد تماسكوا كل شيء ينهار من حولنا يا أبا شفيان الخياب تطير الخياب تطير والسخور تنهار ماذا حدث؟ ما هذه الكارثة؟ نها ريح لم نشهد بمثلها من قبل اثبتوا اثبتوا أيها الرجال اثبتوا يا لها من ريح يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين لا تجدعوا فإن الله يؤيدكم بجنود لم تروها وإن هذه الريح ستكون وبالا على المشركين فاضعوا الله إن الله بعباده بصير يا معشر المسلمين وهدأت الريح وانقشعت الغيوم وعادت الأمور إلى طبيعتها وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في المسجد من أجل مهمة محددة باتت شديدة الصعوبة إلا على قلب مؤمن عامر بالإيمان وحب الله ورسوله ولما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في المسجد قال لهم ألا رجل يأتيني بخبر المشركين يقوم معي يوم القيامة كانت المهمة التي يريدها رسول الله تنطوي على مخاطر جسيمة فهو يريد رجلا يذهب ناحية المشركين ليأتي له بأخبارهم بعدما حدث البارحة من رياح وعاصفة وأمطار قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية أنا رجل يأتيني بخبر القوم يقوم معي يوم القيامة فنظر عليه الصلاة والسلام تجاه حذيفة بن اليمان وقال يا حذيفة ايتني بخبر القوم ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا لبيك يا رسول الله سأأتيك بالخبر لخيم وخرج حذيفة إلى معسكر المشركين لمعرفة أخبارهم كما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر شكرا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وهنا بعد ما حدث في غزوة الأحزاب تذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما حدث في بدر واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشا منه فهي الحرب والمكيتة وصنعوا الحياض فملأ المسلمون الماء استعدادا للمعركة وبنى المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقرا للقيادة يدير منه المعركة تقدم عوف بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمسه يده في العدو حاسرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ليخرج عتيبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتيبة أخرجوا جميعا إليهم فخرج لهم عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم من جيش المسلمين فتقاتلوا وبارز حمزة شيبة وبارز علي الوليد وبارز عبيدة عطبة فقتل حمزة شيبة وقتل علي الوليد أما عبيدة فقطعت قدمه وكان رجلا كبيرا فجرى حمزة علي فقتل عطبة وحمل عبيدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أهل الآلهة قتلت ثلاثة فخذوا بسعركم انطلق المشركون بجنون نحو جيش المسلمين ودارة المعركة ترجمة نانسي قنقر جزيزة 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 أحرم ليلة ترجمة نانسي قنقر تعالي جزيزا جزيزة انتجز控 المرمضة بسعر الظهئة بسعر inis شكرا للمشاهدة وكان التفوق واضحا للمسلمين بفضل إيمانهم وثقتهم بالله وكان حمزة يعرف في الحرب بريشة نعام على صدره وقاتل يوم بدر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين وقد حمي الوطيس يوم بدر هيا يا زمد الله هذا يومكم هيا يا زمد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد ظل يناشد ربه قائلا اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لن تعبد اللهم إن شئت لن تعبد بعد اليوم فرد عليه الصديق وقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقح ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر ثم أخذ حفنة من الحصفاء فاستقبل بها قريشا وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عين ومن خاري وفما من تلك القبضة أصمدوا فالنصر لنا النصر لنا لا تفروا لا تفروا من أمام جوجوش محمد أصمدوا وقف غلامان صغيران بجوار عبد الرحمن بن عوف فسأله أحدهم يا عم يا عم أرني أبا جهل فقال عبد الرحمن بن عوف فما تصنع به إنه يصب رسول الله فأشار لهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى أبي جهل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هل أغزاك الله يا عدو الله قل يا ابن مسعود لمان الدائرة اليوم لله ورسوله لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روائع الغنم وبينما كان عبد الرحمن بن عوف يجمع الغنائم إذ قال له أميّ أنا خير لك من هذه الأدرع التي معك فقال له فقال له نعم فطرح عبد الرحمن الأدرع وقد قال أميّة بن خلق يا عبد الإله من الرجل منكم المعلم بريشة نعام على صدره فقال ذاك حمزة بن عبد المطلب فقال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل فوجده بلال رأس الكفر أميّة بن خلف لا نجوت إن نجى وكان أميّة من يعذب بلالا في مكة قال عبد الرحمن بن عوف أي بلال هذا أسيري لا نجوت إن نجى يا أنصار الله يا أنصار الله رأس الكفر أميّة بن خلف رأس الكفر أميّة بن خلف قال عبد الرحمن بن عوف أنج بنفسك ولا نجاء بك فوالله ما أغني عنك شيئا قال عبد الرحمن بن عوف يرحم الله بلالا ذهبت أدرعي وفجعني أسيري نقمل ما بدأناه من السيرة العطرة ونعود لسيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في المسجد قال لهم ألا رجل يأتيني بخبر المشركين يقوم معي يوم القيامة كانت المهمة التي يريدها رسول الله تنطوي على مخاطر جسيمة فهو يريد رجلا يذهب ناحية المشركين ليأتي له بأخبارهم بعدما حدث البارحة من رياح وعاصفة وأمطار قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية أنا رجل يأتيني بخبر القوم يقوم معي يوم القيامة فنظر عليه الصلاة والسلام تجاه حذيفة بن اليمان وقال يا حذيفة ايتني بخبر القوم ولا تحدثنا شيئا حتى تأتينا لبيك يا رسول الله سأتيك بالخبر لخي وخرج حذيفة إلى معسكر المشركين لمعرفة أخبارهم كما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأصحابه وعلى ذريته نبينا وقدوتنا وحبيبنا وحبيب الله إلى يوم الدين ما زلنا مع السيرة العطرة للمصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم لقد ضاع كل شيء ماتت كل الخيوز ماتت كل شيء لن نقوى على الحرب أو البقاء بعد الآن يا معشر قريش يا معشر قريش لا مقام لكم هنا لقد هلك كل شيء وأخلفتنا يا بنو قريضة ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا استمسك لنا بناء فارتحلوا ارتحلوا فإني مرتحل يا رسول الله يا رسول الله فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه حتى استراح وسأله ماذا حدث يا حذيفة لقد رحل القوم رأيتهم بعيني وهم يهربون بخيولهم الله أكبر الله أكبر ودعا رسول الله ربه شاكرا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ولا شيء بعده وأنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ وَصَبْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ رِجَال الآن نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا نحن الآن على مشارف بني قريضة حيث جيش المسلمين يقودهم النبي في طريقهم لبني قريضة لتهدي داتهم المستمرة على المسلمين بعد غزوة الخندق قال رسول الله فلنعسكر هنا وننصب خيامنا ولنسترح قليلاً قبل الدخول إلى منازل بني قريضة كيف حال سعد بن مؤذن اليوم؟ إنه محموم وجرحه ينزف لابد من إبلاغ رسول الله لقد انتهى كل شيء وانتصر محمد إن أمر محمد يعلو علو كبيراً وأصبحنا في خطر حتى ونحن في منازلنا في مكة أنا لا أدري مما يستمد محمد تلك القوة التي تمكنه من الانتصار دوماً؟ نحن الأكثر عدداً وعتاداً ومالاً ونعود دائماً ونحن نجر أذيال الخيبة والانكسار وماذا ترون من أمر محمد وإتباعه؟ وماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ إني أرى أمراً أود أن ألقيه عليكم وما هو يا عمر بن العاص؟ أفكر في أن نذهب للنجاشي لنحتمي به فإذا أتى محمد مكة وقاتل أهلها وانتصر كنا في مأمن أما لو انتصر أهل مكة فلن يديرنا شيء ويمكننا العودة في أي وقت نشاء أرى أن قول عمر بن العاص هو الرأي السديد ولكن لا تتعجل يا عمر فكر وادرس جيداً ما ترمي إليه هل انتهى حقاً كل شيء يا أبا سفيان؟ لم يكن بمقدورنا أن نفعل شيئاً يا هند سمعت أن عمر بن العاص يفكر في السفر إلى النجاشي في الحبشة نعم وأنا فضلت البقاء في مكة فتجارتي ومنزلي وحياتي بها وهل سنترك محمداً يعيث في كل مكان دون أرادع؟ سنعاود الكرة مرة أخرى يا هند ولكن ليس الآن فمحمد أثبت أنه قائد ماهر لا بد أن نستعد جيداً قبل مواجهته يا قوم يا قوم لم نأتي لنتشاجر بل جئنا من أجل أن نجد حلاً لما نحن فيه محمد على مشارف منازلنا فماذا نفعل؟ أنت من وردتنا في هذا يا سيد بني قريضة وعليك أن تجد حلاً تصلح به ما أفسدته ليس أمامنا سوى ثلاثة أمور علينا أن نختار من بينها وما هي هذه الأمور؟ أن نؤمن بأن محمد النبي ونتبعه فنأمن جانبه ونخرج عن ديننا وما يقوله أحبارنا والله ما هو بنبي نعم ما هو بنبي الأمر الآخر أن نقتل نساءنا وأطفالنا ونخرج لمحمد بسيوفنا غير متقلين بشيء ولا نخشى على أحد هل جننت يا كعب؟ وكيف يكون الغيش بدون النساء والأطفال؟ حسناً لم يتبق إذن سوى أمر أخير وما هو؟ أن ننتظر حتى غد السبت ونخرج إليه فمحمد يعلم أننا لا نقاتل يوم السبت كما يأمرنا ديننا فنأخذه على غره وَهَلْ نُفْسِدُ سَبْتَانَا وَدِينَانَا من أجل محمد؟ يا أهل بني قريضة يا كعب بن أسد لقد جاءكم رسول الله بما لا قبل لكم به حتى تعلموا أن غدركم سيكلفكم الكثير وأن المسلمين ليسوا بمستضعفين في الأرض أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا هل سمعتم ما قاله الرجل؟ لقد دخل المسلمون إلى سوق المدينة وسيضربون حصاراً حول بني قريضة فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أجيبوني وأحكم رسول الله والمسلمون الحصار حول منازل بني قريضة وأدخل الروع في قلوبهم وعجزوا عن إيجاد حل لما وصلوا إليه كعاقبة لغدرهم وخيانتهم فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث لهم رجلاً يتناقشون معه ويتبادلون معه الرأي وهنا تتجلى مرة أخرى سماحة رسول الله حتى مع ألد أعدائه فرغم ما فعلته بني قريضة من نقد للعهد وخيانتهم لرسول الله في غزوة الخندق إلا أنه لم يمانع في إرسال رجل من المسلمين لهم ليقي الجميع شر القتال وسفك الدماء فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر وكان من حلفائهم من الأوس ليتحدث معهم من أين انطلق هذا السهم؟ من أين انطلق هذا السهم؟ من أين هذا؟ لقد انطلق السهم من أحد هذه المنازل لقد وافق كعب بن أسد وبني قريضة على الاستسلام شريطة أن يحكم فيهم سعد بن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن سعد بن معاذ هو من يحكم في بني قريضة فأمر عليه الصلاة والسلام فجيء بسعد بن معاذ وهو مصاب لقد أرسلت في طلبي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ يا سعد أعلم أنك أوصيتنا حينما أصبت بأن لا نترك ثأرنا لدى بني قريضة الذين نقضوا عهدنا وتحالفوا مع المشركين نعم يا رسول الله قال رسول الله لسعد هي لك يا سعد وحكم سعد على بني قريضة ونزل يهود بني قريضة على حكم سعد فيهم وحكم سعد sitten وحكم سعد Him وحكم سعد على حكم شكرا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع السيرة العطرة للمصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم وها قد وصلنا في سيرته العطرة إلى السنة السادسة من الهجرة فبعد محاربة رسول الله للأحزاب في السنة الخامسة وهي المعركة التي بدأ يشعر المشركون فيها بأن هناك شيئا غيبيا يحدث خصوصا بعد رؤيتهم للريح وهي تعصف بهم وبأمتعاتهم في الحرب فكان النصر للمسلمين بدأ الرعب يدب في قلوبهم ومع ذلك كانوا يجتمعون ويحردون ويتحالفون على النبي فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل العديد من البعثات التي تدعوهم إلى دين الله فأرسل محمد بن مسلمة إلى بني بكر بن وائل ما هذا؟ لقد فر المشركون بعدما علموا بقدومنا ما هذا إلا رعب قذفه الله في قلوب المشركين وقد جئنا إليهم داعين لا غازين فلنعد إلى حيث أتينا ونخبر رسول الله بما قد رأينا هذا هو الحال الآن يا أبا لباب فأخبرنا ماذا يجب أن نفعل؟ الرأي الصواب أن تنزله على حكم رسول الله وتدين له وتوافق على ما يحكم به عليكم لقد أخطأتم وغدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الرأي الصواب هل سمعت ما حدث ليهود بني قريضة يا صفوان؟ نعم نعم سمعت لقد نزلوا على حكم محمد وأحكم محمد سيطرته على يثرب والمناطق المحيطة بها وبسط نفوذه لقد بدأت أشعر بالقلق يا أكرمة تقلق؟ مماذا يا صفوان؟ أعلم ماذا يقلق صفوان بن أمية مكة أليس كذلك يا صفوان؟ هو ذلك يا أبا سفيان فمحمد بعد أن بسط نفوذه واستقر به المقام في يثرب وبعد أن نجح في البقاء حيا رغم كل غزواتنا سيفكر بالتأكيد أن يأتي إلينا ماذا تقول يا صفوان؟ وهل يجرؤ محمد على مهاجمتنا في مكة؟ حتما ستكون نهايته فيها وكان مسيلمة الكذاب يدعي النبوة في نجد ويجلس في المشركين يحدثهم عن معجزاته المزعومة ثم بصقت في البئر ففارت وكثر ماءها وغزر بعد أن كانت جافة يا لها من معجزة والله إنك لنبي محمد نفسه لا يقدر على فعل هذا يا ثمامة سمعت أنك ذاهب إلى مكة نعم عقدت العزم وسوف أذهب ولم يؤخرني إلا حديثك الممتع ما رأيك إن مررت على محمد في طريقك وقتلته سوف أكون معك دون أن تشعر وسأمكنك منه فأنا النبي إن وجدت الفرصة فلن أتأخر لحظة ولن أتردد إن قتل محمد هو كل مراد فكم أكرهه وأكره ما يدعو إليه إذن فلتذهب صاحبتك بركات نبوية أين وجهتك يا رجل؟ ذاهب إلى مكة وإن وجدت محمداً في طريقي قتلته وتخلصنا منه ماذا؟ ماذا تقول يا رجل؟ يقتل رسول الله أتريد أن تقتل رسول الله يا رجل؟ رسول الله؟ هل أنتم من المسلمين؟ نعم وقد حانت ساعتك اهدأ يا رجل ولنأخذه إلى رسول الله يحكم بما يراه يا رسول الله وصلنا إلى بني بكر بن وائل فجاءهم خبر قدومنا ففروا ولم نجد منهم أحداً وفي طريق العودة وجدنا هذا يريدنا إلى منك فكاد رجالي يقتلونه فمنعتهم وأتيتك به فوجد رسول الله فيه خيراً فأمر بأن يظل في المسجد ليرى المسلمين وصلاتهم ويطلع على خلق المسلمين وأدبهم في التعامل مع بعضهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى ما يتلى من القرآن الكريم فيكون ذلك سبباً لهدايته ظل الرجل داخل المسجد فيمر عليه رسول الله ويقول له برفق كيف أنت يا ثمامة ماذا عندك يا ثمامة يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم ولن يسكت قومي على ذلك وسيطالبون بدمي وبالثأر وإن تنعم فإنك تنعم على شاكر وإن أردت مالاً فستعطى ما تريد وظل الرجل في المسجد ثلاثة أيام وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويسأله نفس السؤال وما من ثمامة إلا إجابته التي أجاب بها رسول الله أول مرة فيأمر رسول الله بإطلاق صراحه دون قيد أو شرط اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله أهلاً بك في الإسلام يا أخ الإسلام وقد أذن لك رسول الله بالعمر هنيئاً لك يا أخي مرحباً بسيدي بني حنيفة مرحباً بك هل لي أن أقدم لك خدمة؟ أحمل عنك شيئاً شكراً لك لقد جئت أعتمر وأمضي في حال سبيلي هل لا أفسحت لي الطريق؟ إن الرجل ليس على عادته فقد تعودت أن أحمل عنه متاعه فيعطيني من ماله الكثير وأنا أيضاً كان يغضق علي بالمال فإنه سيد بني حنيفة ربما هناك أمر ما يشغله هيا نبلغ سادة قريش فيرحب به فهو الذي يورد لنا المحصول الذي نأكل منه طوال العام هيا بنا يا رسول الله إنا نطلب الثأر للشهداء من بني لحيان فقد قتلوا من قتلوا من الصحابة بدون حساب ولا عقاب وإنا لنغشى أن تضيع هيبة الإسلام فتتكرر فعلتهم وفي هذا ردع لكل من تسول له نفسه أن يقدم على مثل هذا الفعل مع المسلمين وإنهم والله لن يردعوا إلا إذا أظهرنا لهم بأساً شديداً وصلابة تظهر في وجه كل معتد أثيم تقذف الرعب في قلوبهم المليئة بالحقد على الإسلام والمسلمين وترد كيدهم في نحورهم وافق رسول الله على الخروج إلى بني لحيان لوضع حد لما يقدمون عليه من قتل للمسلمين ويأمر بتجهيز مئتين من المقاتلين وسوف يكون رسول الله على رأسها بنفسه إكراماً للشهداء وكان من عادته إذا خرج من المدينة أن يترك من يقوم بإدارة شؤون المسلمين حتى عودته وقد ول على المدينة هذه المرة ابن أم مكتوم ترجمة نانسي قنقر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق السراج المنير المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام نكمل اليوم حديثنا في السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن البعثات التي أرسلها النبي لنشر الدعوة الإسلامية في السنة السادسة من الهجرة فقد كان رسول الله رجلاً عسكرياً على أعلى مستوى من الكفاءة وقد ظهرت هذه القدرات بعد أن انتشرت التحالفات والمؤامرات على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وأصبح هذا التهديد يمثل خطراً على الدعوة ماذا يفعل الثمامة؟ إنه يطوف حول البيت مثل ما يفعل المسلمون نعم هو كذلك يفعل فعل المسلمين إنه يصلي أيضاً لقد أصابه الجنون لا محالة هيا نذهب إليه ونتحدث معه ماذا تفعل يا ثمامة؟ يا سيد بني حنيفة كما ترى أقوم بالعمرة لله رب العالمين هل صبأت يا رجل؟ أكفرت بديننا ودين آبائنا وأجدادنا؟ بل أسلمت لله رب العالمين وآمنت برسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هل جننت يا رجل؟ واعلموا يا أهل مكة أنه لن تصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع عنهم ثمامة المحصول ومنع عنهم ثمامة المحصول الذي كان يورده لهم وجعلهم في حصار كبير حتى خوت مكة من الطعام وكادت أن تضرب المجاعة بين أهلها وضاقت بهم المطاعم ماذا نفعل يا سادة قريش؟ فقد فاض الكي وخوية البيوت من الطعام ماذا فعلت بنا يا ثمامة؟ تمنع عن الطعام؟ تريد أن تمرغ أنوفنا في الوحل تنذهب لمحمد خاضعين إذن لا ماذا نفعل يا قوم؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نذهب مرة أخرى إلى ثمامة علّه يرجع إلى رجده ويورد لنا ما تخرجه أرض اليمامة من خير كما كان يفعل من قبل لقد ذهبنا قبل ذلك ولم يجدي نفعاً نفعلها آخر مرة قد يرق قلبه حينما يعرف ما وصل إليه أهل مكة فنعتذر له عما أغطبه نعم يا ثمامة تقبل اعتذارنا فنحن لا ندرك ما نفعل لقد ضاق بنا الحال ولم يعد في مكة كلها حبة حنطة أهلنا يتدورون جوعاً يا رجل ليس لدي ما أقوله غير ما قلت والله لن تصلكم حبة حنطة من اليمامة إلا بإذن رسول الله أنت مصمم على أن تمرغ أنوفنا في الطراب يا ثمامة ليس لدي ما أقوله فلنذهب إلى محمد ونطلب منه أن يأذن لثمامة بتوريد الطعام ليس هناك حل آخر هيا بنا هيا بنا فلنذهب إلى محمد يا محمد نحن أهلك نستنجد بك بيوتنا خوت من الطعام أطفالنا جوعاً ونسألك الله والرحم أن تجعل ثمامة يصدر لنا الحنطة وقد اشترت إذنك والسماح بذلك وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن ارحم قريشا وهكذا يعلمنا رسول الله في هذه القصة الكثير والكثير من الدروس التي نتعلم منها في حياتنا حيث وجدنا رسول الله رحيماً مع شخص أراد قتله فينشرح صدره ويصح إسلامه ليكون سبباً في نصرة الإسلام ثم يسمح بتوريد الحنطة لأعدائه من المشركين رحمة بهم وصلة للرحم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا رسول الله إنا نطلب الثأر للشهداء من بني الإحيان فقد قتلوا من قتلوا من الصحابة بدون حساب ولا عقاب وإنا لنغشى أن تضيع هيبة الإسلام فتتكرر فعلتهم وفي هذا ردع لكل من تسول له نفسه أن يقدم على مثل هذا الفعل مع المسلمين وإنهم والله لن يردعوا إلا إذا أظهرنا لهم بأسا شديدا وصلابة تظهر في وجه كل معتد أثيم تقذف الرعب في قلوبهم المليئة بالحقد على الإسلام والمسلمين وترد كيدهم في نحورهم وافق رسول الله على الخروج إلى بني الإحيان لوضع حد لما يقدمون عليه من قتل للمسلمين ويأمر بتجهيز مئتين من المقاتلين وسوف يكون رسول الله على رأسها بنفسه إكراما للشهداء وكان من عادته إذا خرج من المدينة أن يترك من يقوم بإدارة شؤون المسلمين حتى عودته وقد ول على المدينة هذه المرة ابن أم مكتوم إن سعادتي لا توصف اليوم لأنني سوف أخرج في سرية على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إنها سرية مباركة يا أخي فهي قامت ببركة الشهداء الأبرار ويقودها رسول الله فسنكون في صحبته دائما بإذن الله آه إن لو كتبت لي الشهادة في هذا اليوم سيكون لي شرف الشهادة وشرف صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وانطلق جيش المسلمين في سرية على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله يأمر بالاتجاه ناحية الشمال أيها المسلمون أيها المسلمون لقد أمر رسول الله بالاتجاه إلى الشمال هيا إلى الشمال يا رجال هيا بنا لماذا يتوجه رسول الله إلى الشمال والإحيان في الجنوب لا أدري ربما قرر رسول الله أن نتجه إلى الشام للقيام بمهمة سيخبرنا بها لاحقا لديك كل الحق فرسول الله لا ينطق عن الهوى إنما هو يوحى إليه إن محمدا وأتباعه لن يصبط مهما طال الزمن على قتلنا لأصحابه وسوف يكون الرد قاسيا علينا نعم خصوصا بعد أن اشتد عودهم وكثر عددهم وذا عسيطهم بين القبائل وما العمل إذن؟ لقد أخبرتنا عيوننا أن محمدا خرج بجيشه متجها إلى الشمال لكننا لا نأمن مكره وربما عاد إلينا في وقت آخر علينا إذن أن نستغل هذا ونخرج بعض إبلنا وغنمنا إلى الجبال ونترك من يحرسهم حتى إذا جاء محمد هربنا في خفة إلى رؤوس الجبال الشاهقة فلا يدركنا محمد وننجو بأنفسنا وفجأة يأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بالانحراف ناحية الجنوب في مناورة عسكرية لتمويه الأعداء فإن كان لهم عيون سيصلهم الخبر أن رسول الله يتجه إلى الشمال مبتعدا عن لحيان ثم يباغتهم فيفاجئ العدو بجيش المسلمين أيها المسلمون أيها المسلمون لقد أمر رسول الله بتحويل مسار الجيش إلى الجنوب حيث بنوا لحيان هيا يا جنوب هيا يا جنوب هيا يا جنوب لا أفهم ما يحدث أما زلت لا تفهم يا رجل إن رسول الله قام بحركة تمويه حتى لا ترصدنا عيون لحيان فنباغتهم بغتا إنها حقا لعبقرية عسكرية غير مسبوقة بين العرب اللهم اكتب لنا الشهادة يا رب العالمين وانصر الإسلام والمسلمين على أعدائك من المشركين يا رب العالمين اللهم آمين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعسكروا في البلدة ثم أرسل الصرايا لتعقبهم بين الجبال وإرهابهم أينما يكونون واستمرت هذه الصرايا واحدة تلو الأخرى للبحث عنهم دون جدوى الحمد لله والصلاة وسلام على الهادي الأمين الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نستكمل ما بدأناه من السيرة العطرة عندما اتخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم قرارا بالعودة إلى المدينة بعد أن غاب عنها بضعة عشر يوما استمر رسول الله معسكرا بجنوده في لحيان مدة يومين كاملين لم تتوقف الصرايا خلالها عن البحث عنهم لإرهابهم وتحديهم وإظهار مدى قوة المسلمين وثقتهم في أنفسهم وقدرتهم على الحركة حتى إلى قلب ديارهم متى يشاءون وليعلموا أن دماء المسلم غالية وأن رسول الله لا يترك حق الشهيد نعم وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريبا من مكة فيقرر عمل مناورة عسكرية عبقرية لردع المشركين في مكة تحرك جيش المسلمين إلى عسفان تنفيذا لأوامره عليه الصلاة والسلام وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريبا من مكة فيقرر عمل مناورة عسكرية عبقرية لردع المشركين في مكة أيها الرجال لقد أمر رسول الله أنه بمجرد وصولنا إلى هذه النقطة أن نحدث جلبة كبيرة ونعفر بخيولنا في الرمال فيتصاعد غبار الخيول وتصل أصواتنا إلى قريش فإننا قريبون جدا منهم إذن هيا بنا فلننفذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هيا بنا هيا يا رجال هيا أيها الجنود أيها الجنود إن ما تحدثونه قد وصل إلى مكة وقد أصاب الفزع والرعب قريشا ماذا سمعت؟ سمعتهم يقولون إن جيش الإسلام سوف يغير علينا وقد خرج قول بأن رسول الله أتى إليهم بجيش عظيم وأعداد هائلة من المسلمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الآن قد انتهت مهمتنا وحان وقت العودة إلى رسول الله هيا بنا هيا فلننطلق إلى رسول الله هيا بنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المهمة المكلفة بها هذه السرية قد تمت على أكمل وجه وانتهت بنجاح عظيم نعم فقد أنزل الله تعالى الرعب في قلوب المشركين في لحيان ومن بعدهم قريش أملا في أن يردعهم هذا وأن يقفوا أيديهم عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعدما أظهر لهم من قوة وبأس شديدين ماذا تفعلين أمرأة؟ أقوم بتجهيز بعض العلف يا زوجي حتى أذهب لرعي إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولماذا يبدو الحزن على وجهك؟ إنك ترى عين إبل رسول الله يمرأة؟ أنت تنهزع طوال الليل يا زوجي وأنا حزينة عليك والألم يعتصر صدري لأجلك آه ألي هذا السبب تركتني نائما؟ نعم يا زوجي العزيز فأنت مريض ولا بد لك من الراحة فلا بأس أن أخرج أنا اليوم وتبقى أنت لتستريح وتسترد صحتك وعافيتك تريدينني أن أتأخر على رعي إبل رسول الله؟ كيف لي أن أرتاح وأترك هذا الشرف؟ والله والله إن عافيتي لا تسترد إلا وأنا مع الإبل لا يا زوجي إنك مريض بل أنا في أتم صحة وإن ميت أموت وأنا بين إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس هنا يا زوجي فأنت مريض ويكفي أن ترى الإبل وهي طرعه آه انظر يا زوجتي إن إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم طرعه والخضرة لا تنقص أبدا انظر إلى هذه إنها تحمل جملا صغيرا في أحشائها أما هذه فمعها صغيرها ترضعه بين الحين والآخر آه إن متعاتي الوحيدة حينما أراها ويطرع وتكبر أمام عيني والله لو علم رسول الله بحالتك هذه لغضب غضبا شديدا لنزولك إلى الرعي وأنت هكذا هيا بنا نعود إلى المنزل نعم فإنني أكاد أفقد الوعي هيا ساعدني حتى أنهض ثم ذهبي وأسوق الإبل هيا بنا يا إلهي يا إلهي وايحكم ماذا تريدون نريد الإبل أولا إنها إبل رسول الله ولن يأخذها أحد بل سنأخذها ونأخذ زوجتك الجميلة هذه أما أنت فسنريحك من آلامك التي تشعر بها زوجي زوجي قتلت زوجي يا عدو والله ما بك يا امرأة لقد أرحتك منه للآبد وسنأخذك معنا هيا هيا معنا بلا مقاومة وإلا قتلناك ابتعد عني يا عدو والله ابتعد يا عدو والله ورسوله ستلقى جزائك على فعلتك هذه دعك منها وهي نسوق الإبل قبل أن يلحق بنا أحد لقد أغار على إبل رسول الله أغار على إبل رسول الله لقد أغار على إبل رسول الله أغار على إبل رسول الله ماذا حدث يا غلام أيينة بن حسن أغار على إبل رسول الله وقتلوا الراعي وسبوا زوجته يا عدو الله والله لن تمر بفعلتك هاد وهو نداء متفق عليه يعني أن يسعد الناس للقتال عادة كان يحدث ذلك في الصباح أغار على إبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتلوا الراعي وسبوا زوجته وصباحا وصباحا لم ينتظر سلمة حتى يتجمع الناس ويتجهزوا للقتال وانطلق خلف عيينة ورجال حتى يلحق بهم يا رسول الله لقد أغاروا على الغابة التي طرع فيها إبل رسول الله وقتلوا الراعي وسواوا زوجته وقد هرول سلمة بن الأكوع ليلحق بهم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن الاستنفار في الجنود ويأمر سعد بن زيد أن يذهب ومن معه ليلحقوا بعيين ويساندوا سلمة بن الأكوع حتى يلحق بهم رسول الله لك السمع والطاعة يا رسول الله لقد أعلن رسول الله الاستنفار لنصرة من ذهب للحاق بعيينة ورفاقه من المشركين إن عيينة كتب نهايته بنفسه يتشرأ على رسول الله ويقتل نفس المسلمة وصباحه 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خذها وأنا ابن الأكوى اليوم يوم السأر اذهب إليه واقتله اشتركوا في القناة خذها وأنا ابن الأكوى اليوم يوم السأر هيا بنا إنه لا يفعل هذا إلا إذا كان يعلم أن هناك من سيأتون لنصراته هيا بنا هيا بنا بسرعة واستمر سلمة بن الأكوى يضربهم طارة بالنبال وطارة بالحجارة حتى إنه كان يجري في بعض الأحيان أسرع من الخيول التي يركبها عيينة وأصحابه واضطرهم للتخفف من أسلحتهم رماحا وسيوفا وكذلك بعض من الإبل حتى جاءت المساندة من سرية سعد بن زيد ولحقوا بهم في وادي ذيق رد متوقفوا ب هذا تعمل تعمل شكرا 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 نعم يا إمام في صلح الحديبية أكبر وأروع المثل على ذلك وسوف نبقى مع صلح الحديبية لنتعلم من رسول الله كيف يمد يده بالسلام إلى أهله وكيف يحقن الدماء رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا أسرته وفرح بها فجمع أصحابه وقص عليهم رؤيا فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مع أصحابه يزور البيت الحرام وقد أخذ مفاتيحه وطاف معهم بالبيت وسعوا ثم حلقوا رؤوسهم وقصروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتجهزوا ويستعدوا للذهاب إلى العمر وزيارة بيت الله الحرام يا زوجتي يا زوجتي اتركي خض اللبن وأبشيري ماذا جرى يا زوجي أراك تطير فرحا أبشيري أبشيري لقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نتجهز للعمرة أحقا ما تقول؟ نعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه معنا وقد أخذ مفاتيح الكعبة وما إن انتهى من سرد رؤياه حتى هلل المسلمون وكبروا فرحا مستبشرين بها ثم أمر رسول الله بالتجهيز للعمرة فهيا هيا لنضيع الوقت فنجهز أنفسنا لزيارة بيت الله الحرام كم اشتقتل رؤية البيت الحرام آتت أن أمسح دموعك وأخفف عنك أما الآن فأنا أعلم أنها دموع الفرح سوف أقوم بتجهيز كل شيء في أسرع وقت لنكون أولى المستعدين لصحبة رسول الله وأنا سأساعدك هيا هيا بنا أما النبي فقد تجهز واستعد ولبس أحسن الثياب رسول الله يأمركم بأن لا يأخذ أحد منكم معه سلاح إلا ما يأخذه الراكب فأنتم لم تخرجوا لحرب أو معركة وإنما خرجتم معتمرين سلميين زائرين لبيت الله الحرام ركب النبي الناقة وأمر بالتحرك إلى بيت الله الحرام لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى الحليفة أهل رسول الله وأهل المسلمون بالعمرة ثم انطلقوا إلى البيت الحرام ملبين مكبرين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله الحمد لله الذي أبقاني على قيد الحياة حتى أمل عيني بالبيت الحرام طالما اشتقنا إليه إنها سنوات طوال لم نر فيها البيت الحرام فها قد حان الوقت وأذن الله لنا برؤيته وزيارته كيف يجرؤ محمد على المجيء إلى هنا؟ ألا يخاف الموت؟ إن معه أعدادا ليست بالقليلة وقد رأينا قتالهم من قبل إنهم يستبسلون في القتال مضحين بأرواحهم في سبيل محمد ودينه إذن فقد جاء غازيا يطلب القتال لا والله لقد علمت أنه لم يأتي إلا لزيارة الكعبة والطواف بها لا نأمن مكره ومكر أصحابه فهو يريد أن يدخل عنوة إلى مكة رغما عنه نصده عن دخول الكعبة ونبعث إليه نحاربه ونقاتله قبل أن تطأ قدمه أرض مكة إذن فلنجمع له الأحابيش ونصده عن الكعبة فتبقى رؤوسنا مرفوعة بين القبائل ماذا بك يا أخي؟ سوف يأتي محمد وأصحابه لزيارة الكعبة وما العجب في ذلك؟ لن تدعه كريش يدخلها لكنني أرغب في رؤيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا رسول الله إن الأحابيش قد تجمعوا يريدون صدك عن البيت الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يستشيرهم في أمر الأحابيش فقال له أبو بكر يا رسول الله الله ورسوله أعلم لكن إنما جئنا نأم البيت الحرام ونقصده ولا نود أن نقاتل إلا من قاتلنا فإن رأيت فذاك رأينا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إنهم غير مسلحين لا يحملون إلا الغنم بل هناك مجموعة تحمل السلاح لحمايتهم أثناء السير هل سيمنعنا هؤلاء من الفتك بهم؟ أنا لا أعبأ بهم سوف ننتظر حتى يبدأوا في الصلاة ونغير عليهم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية خالد بن الوليد فقام وصلى بالمسلمين صلاة الخوف شعر خالد بن الوليد بشيء غريب جعله يتراجع عما كان ينوي فعله مع المسلمين أثناء الصلاة ماذا ننتظر يا خالد لقد بدأ المسلمون في حركاتهم المزعومة التي يسمونها صلاة لا أدري لكنني أخشى أن يقول الناس إنا قد غدرنا بهم أرى أن نستمر في مراقبتهم حتى إذا بدر منهم شيء هاجمناهم وقضينا عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلك المسلمون طريقا آخر غير الطريق المعتاد تلافيا لأي اشتباكات قد تحدث بينهم وبين المشركين وهو طريق وعر وغير ممهد ما هذا إلى أين يذهبون إنهم يسلكون طريقا آخر غير الذي اعتدنا عليه فلنذهب ولنعلم قريشا بما قد لقيناه ولنحضرهم بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتحرك من مكانها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا تبرك القسواء بدون سبب ولكن حبسها حابس الفيل في مثل هذا المكان حبس الفيل الذي جاء به أبرها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يعسكروا في الحديبية ومعهم الهجي يا رسول الله لقد ضربنا العطش وسنهلك منه لا محالة فقال لهم رسول الله هل بقي لكم القليل من الماء نعم القليل جدا قال صلى الله عليه وسلم ايتوني به فلما وضع يديه الشريفتين في الإناء بمائه القليل أخذ الماء ينبع ويفور ويغزر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد إنها بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزلناه إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر